استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللبناني نجيم ميقاتي على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخة وتطرق مدبولي خلال لقائه مع ميقاتي إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز وسبل تحقيق الربط الكهربائي ما بين البلدين ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء كما تطرق مدبولي إلى تسهيل حركة التبادل التجاري ما بين مصر ولبنان لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية من جانبه تقدم ميقاتي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ولأعضاء الحكومة على المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان والرغبة والجهود الصادقة في الوقوف بجاني لبنان في أوقات المحن والشدائد اشتركوا في القناة